الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام والسلام علينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم ورحب بكم في المحاضرة الثالثة من الوحدة الأولى والتي تتكلم عن آداب الرواية وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن آداب المحدث وفي هذا اليوم سوف نتكلم عن آداب طالب الحديث المقصود بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما سبق أن العلم يشرف طالبه بشرف ذلك العلم وأعظم العلم هو كلام الله تبارك وتعالى ثم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا كان الطالب طالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يتحلى بالآداب العالية السامية الرفيعة التي تليق بهذا العلم وهذه الآداب التي ذكرها العلماء يقسمونها إلى قسمين القسم الأول منها هو الآداب التي يشترك فيها طالب علم الحديث مع المحدث فهي آداب مشتركة فيما بينهما ينبغي أن يتحلي بها جميعا والقسم الثاني وهو الآداب التي ينفرد بها طالب علم الحديث عن شيخي فإن الشيخ له آداب ينفرد بها وكذلك طالب العلم طالب الحديث له آداب أخرى ينفرد بها أما القسم الأول وهو الآداب التي يشترك فيها مع المحدث فهي ثلاثة آداب الأدب الأول تصحيح النية والإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب علم الحديث وقد سبق الكلام على هذا أيضا الأدب الثاني وهو الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا يعني أن يحذر طالب علم الحديث كما يحذر المحدث من أن تكون غاية طلبهم للعلم وتعلمه وتعليمه التوصل إلى أغراض الدنيا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة والحديث صحيح لم يجد عرف الجنة أي لم يجد ريحها يوم القيامة الأدب الثالث وهو العمل بما يسمعه من الأحاديث وهذا هو غاية الطلب وغاية التعلم وهو أن يعمل الإنسان بما علم فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآداب الثلاثة هي الآداب المشتركة فيما بين المحدث وطالب علم الحديث أما الآداب التي ينفرد بها طالب علم الحديث عن المحدث فهي ثمانية آداب الآداب الأول أن يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فينبغي لطالب العلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يسر له ذلك الطريق وأن يسدده فيه وأن يعينه على ضبط الحديث وفهمه الآداب الثاني أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله يعني أن يفرغ ذلك الطالب وقته كله لطلب العلم يطالب علم الحديث وقد ذكر عن الإمام الشافعي أنه يقول علمان لا يحيط بهما إلا معصوم الحديث واللغة وذلك الاتساع كل منهما فينبغي لطالب علم الحديث أن إذا توجه لطالب الحديث أن يتفرغ له وأن لا ينشغل معه بغيره لعله أن يحصل شيئا منه الآداب الثالث إذا بدأ السماع أن يبدأ من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا فهذه ثلاث قضايا ينبغي أن يتأملها طالب علم الحديث لأن الشيوخ قد يكثرون فينبغي أن يتخير منهم أفضلهم إسنادا كأن يكون أعلى الناس إسنادا أو أن يكون إسناده من أصح الأسانيد وكذلك أن يكون في علمه ودينه يعني في المقام العالي والرفيع وهذا العلم كما يقول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم الأدب الغابع من أداب طالب الحديث أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل منه الجفاء وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم عموما وطالب الحديث خصوصا وهو تقدير الشيخ وتبجيله وتعظيمه لإجلال العلم الذي يحمله وهذا يؤدي إلى أن ينتفع بعلمه وكذلك أن يتحرى رضاه وفيما لو حصل منه جفاء أو غلظة أو ما أشبه ذلك فيصبروا عليها ومن الطرف التي تقال في مثل هذا أن الأعمش وهو من التابعين كان اتخذ له كلبا عند بابه كلب حراسة يطرد من أتاه فجاء طلاب العلم إلى بيته فطردهم الكلب فذهبوا ثم جاءوا في اليوم الثاني فطردهم الكلب فذهبوا وصبروا على مثل هذا الجفاء ثم بعد ذلك جاءوا في اليوم الثالث فلم يجدوا الكلب فاقتربوا من الباب وطرقوا الباب فقال أعمش ادخلوا فقد مات الذي كان أمر المعروف ينهى عن المنكر من الأداب أيضا وهو الأدب الخامس أن يلشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنهم فإن كتم الفوائد العلمية على الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء لأن الغاية من طلب العلمي نشره إذن فطالب العلم ينبغي أن يتحلى بمحبة الخير لكل الزملاء وأن يدلهم ويرشدهم إلى ما يحصله ويظفر به من الفوائد ومن درل العلم وهذا يدل على أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا من كمال عقله الأدب السادس الذي يلي هذه الآداب وهو أن لا يمنعه الحياة أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن دونه في السن أو المنزلة ولا يتعلم العلم اثنان مستحن ومتكبر ولا يبلغ للإنسان الدرجة العالية من العلم حتى يأخذ العلم عن من فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه أيضا والأدب السابع عدم الاكتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل فينبغي لطالب العلم كما يتعب نفسه في سماع الحديث وكما يتعب نفسه في كتابة الحديث أن يتعب نفسه في فهمه ومعرفته والعمل به الأدب الأخير وهو يتعلق بسلم التعلم أن يقدم في السماع والضبط والتفهم الصحيحين ثم يلي ذلك سنن أبي داود ثم التلمذي ثم النساء ثم السنن الكبرى للبيهقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك وإذا دخل في كتب العلل فيبدأ بعلل الدار القطني وإذا أراد أيضا أن يضبط الأسماء ويترجم لرواه فينظر في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي ضبط الأسماء كتاب الإكمال لابن ماكولة وفي معرفة غريب الحديث أيضا يكون ذلك ويتناوله من أفضل ما ألف في ذلك وهو كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله وهذا شيء يسير مما ينبغي أن يبدأ به الطالب سلمه في التعلم وإنما قدمنا الصحيحين صحيح البخاري ثم صحيح مسلم لأنهما أصحوا كتابيني بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهذا هو سلم مذكور وهو اجتهادي وقد يقدم شيئا على شيء لكن لا ينبغي أن يتقدم على الصحيحين شيء ثم بعد ذلك ما تبقى من الكتب الستة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته